اشتركوا في القناة أليس هو من لعب الدور البارز في جمع شمل المملكة العربية السعودية واليمن في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي وفي القرن الحادي والعشرين كرمته السفارة السعودية في بيروت وافتتح حفيده النائب وليد جنبلاط مسجدا باسمه في المختارة تزامنا مع الذكرى الثالثة لوفاة والدته مي شاكيب أرسلان التي رافقت المعلم الشهيد كمال جنبلاط لسنوات شاكيب أرسلان ابن بلدة الشويفات عام 1869 مقر العائلة الأرسلانية التي بناها الأمير مسعود الأرسلاني منذ أكثر من ألف عام كان محبا للعلم حريصا على القراءة والاتلاع متدينا محافظا على الصلاة وكانت حياته بمعظمها كتابة أو قراءة أو حديث تأثر بعدد كبير من أعلام عصره ممن تتلمذ على أيديهم أو عايشهم في مراحل مختلفة من حياته وأتاحت له سفراته الكثيرة وتنقلاته من أن يعقد صدقات مع شعراء وأدباء ومفكرين على رأسهم أمير الشعراء أحمد شوقي ولقب بأمير البيان نظرا لغزارة إنتاجه الأدبي والشعري الذي تضمن عشرات من الكتب بين تأليف وشرح وتحقيق منها كتابه المشهور لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم عالج السياسة الإسلامية قبل انهيار الدولة العثمانية وكان من أشد المتحمسين من أنصارها واطلع بالقضايا العربية فما ترك ناحية منها إلا تناولها تفصيلا وإجمالا وأصدر مجلة باللغة الفرنسية بعنوان لاناسيون أراب في جونيف للغرض نفسه وكان من أكثر الدعاة إلى الوحدة العربية ومن أشدهم إيمانا بأهميتها لمواجهة الهجمة الاستعمارية الشرسة على العالم العربي والإسلامي شارك شاكيب إرسلان في تأسيس المؤتمر السوري الفلسطيني وانتخب أمينا عاما له كما أسس مكتب أعلام البلدان الإسلامية في جونيف الذي تحول ملجأ لكل زعماء الحركات الوطنية والتحررية العربية في فترة الثلاثينات وكان من أوائل الدعاة إلى إنشاء الجامعة العربية إن لم يكن أولهم على الإطلاق وكان يرى فيها السبيل إلى محاربة التشرذم والانقسامات وإلى نهضة عربية شاملة لعب أدوارا سياسية هامة بين الشرق والغرب وفي قلب المنطقة العربية وقدته مواقفه من قضايا التحرر العربي إلى إبعاده لفترة طويلة عن كثير من أقطار الوطن العربي خصوصا مصر وسوريا يصعب اختصار تفاصيل حياة شاكيب أرسلان الشاعر والأديب والثائر والمصلح الاجتماعي والباحث اللغوي والرائد في السياسة والسائح والمترجم والأهم من كل ذلك الإنسان الذي عاش نحو ثمانين عاما حياة حافلة بالنضال زاخرة بالعقيدة والأثار القلمية وبلغت أفكاره أفقاع العالم اشتركوا في القناة